يستمر تصعيد بين حركة حماس الفلسطينية والقوات الإسرائيلية في عقاب إطلاق الحركة فجر السبت الماضي هجوم ندد الجانب الإسرائيلي وصف بأنه غير مسبوق تل أبيب توعدت بالرد في قطاع غزة الذي بات يرزح تحت وابل من القصف ضمن ما سمي بعملية سيوف الحديدية حيث تحدث الجانب الإسرائيلي عن إسقاط أكثر من ألف طن من القنابل على القطاع معلنا عن تدمير العديد من المباني التي قدمها الجيش الإسرائيلي على أنها مراكز قيادة لحماس وزير الدفاع الإسرائيلي آف جالانت أعلن عن فرض حصار مطبق على قطاع غزة في الوقت الذي تسعى فيه القوات الإسرائيلية لاستعادة السيطرة ومطاردة عناصر حماس في جنوب إسرائيل حيث حشدت نحو ثلاثمائة ألف من جنود الاحتياط وفق متحدث باسم الجيش كما تحدثت هيئة البث الإسرائيلي عن استنفار أمني واسع النطاق في شمال إسرائيل مع دخول المواجهة مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة يومها الثالث ومع ارتفاع حدة المواجهات بلغت حصيلة القتل من الجانبين نحو ألف قتيل وسط جهود دبلوماسية لاحتواء الوضع ووقف التصعيد يشار إلى أن عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها حركة حماس غدت الذكرى الخمسين لحرب أكتوبر لعام ثلاثة وسبعين تسعمائة وألف شملت إطلاق آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل وتسلل عناصر الحركة إلى مدن إسرائيلية بما فيها عسقلان واسديروت وأوفاكيم على مسافة 22 كم من غزة كما تفيد مصادر متعددة باستيلاء حماس على معدات عسكرية إسرائيلية واحتجاز عدد من الرهائن